في هجوم مباغت شنته قوات الحكومة المركزية مدعومة بمقاتلي العشائر على مواقع تنظيم الدولة ببلدة البوحيات شرقي حديثة في محافظة الأنبار لقي ستة عناصر من القوات المهاجمة حتفهم وأصيب نحو 14 آخرون في جروح وصفتها مصادر محلية بالخطيرة هجوم قوات الحكومة المركزية لم يكن الأول من نوعه فقد شنوا قبل أيام هجوما واسعا على مواقع تنظيم الدولة في ذات المنطقة لاستعادتها من سيطرته غير أن الأخير صد الهجوم بعد اشتباكات عنيفة استخدمت فيها عربات مفخخة وصواريخ موجهة من ما اضطر حكومة بغداد للتراجع إلى محيط بلدة حديثة متكبدة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خسائر قوات حكومة بغداد لم تتوقف على بلدة البوحيات بل امتدت إلى منطقة ناظم الثرثار شمالي الفلوجة حيث قتل وجرح نحو أربعين عنصرا من قوات الحكومة المركزية وميليشيا الحشد الشعبي في معارك عنيفة خاضوها مع مسلحي التنظيم في المنطقة وعلى صعيد آخر وبالتحديد فيما يتعلق بالسياسة الداخلية للعراق شهدت مناطق متفرقة من البلاد مظاهرات واسعة طالب خلالها المتظاهرون حكومة بغداد بالقيام بإصلاحات جذرية تهدف إلى تحسين ظروف عيشهم ومحاربة الفساد والمفسدين ففي ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد خرج مئات المتظاهرين للشارع مجددين مطالبتهم بإجراء المزيد من الإصلاحات ومحاكمة المفسدين كما طالبوا من محاسبة المتسببين بالأضرار بالمصالح العامة والتلكؤ في توفير الخدمات الضرورية للعراقيين المرجعية الدينية الشيعية من جانبها اتهمت مجلس النواب بالالتفاف على مطالب المتظاهرين الذين ينادون بالإصلاح ومحاربة الفساد وذلك على خلفية قرار المجلس تعليق تفويض صلاحياته إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي مشيرة إلى أن الدعوة للإصلاح كانت وما تزال قائمة على أن تسير عملية الإصلاح وما يطالب به المتظاهرون في العراق وفق أطر دستورية